السلام عليكم كديرين أشخباركم كنتمنا تكونوا دائما بخير على خير وفي أحسن الأحوال وانتما كتشوفوا الوصفة ديال اليوم شكرا لكم بزاف على تعليقاتكم الرائعة اللي دائما كتفرحني واليوم غدي نشوفوا واحد الحريشات اللي ماشي عاديين كيجيوا أكتر من رائعين غنديروهم بدقيق ديال الدرا ما غنديروش فيهم نهائيا الدقيق الأبيض غنديرو خليط ما بين الدرا وسميدة رقيقة فكيجيوا لديدين هشاشين بزاف المعنى الحقيقي ديال شي حاجة اللي هشيشة يعني حتى الناس اللي عندهم مشكل في سنانهم ممكن أنهم ياكلوهم فرطبين رطبين بزاف والديدين بوحد طريقة سهلة وسريعة وبمكونات اللي إن شاء الله تكون في متناول الجميع مكونات بسيطة جدا غنديروهم باللبن كيعطيهم حتى هو وحد المداق مميز نمشيوا على بركتي الله نشوفوا المقادير وإلى عجباتكم الوصفة ما تنسوش تديروا لايك أنا خطيت القياس بالكاس ديال العنبة غنحتاجوا ليهم بيضة واحدة نصف كاس ديال السكارسانيدة درت أنا أقل شي شوية كاس ديال الزيت كاس ديال البن من الأحسن للبن ما يكونش بارد لأنه غنديرو فيهم الخميرة ديال الخبز كاس ديال سميدة رقيقة وثلاثة الكيسين ديال دقيق ديال الدرا هو هيدا أنا حطيت هنا غير كاس اللي صورت لكم فالدقيق اللي كنديرو بيه بيضة غا تمشيو عند البقاء اللي كتتقدوم عندو وسولو على الدقيق ديال الدرا اللي تيدير بيه بيضة غنحتاجوا انكها ديال الفاني أو كيس ديال سكارفاني أنا درت معلقة صغيرة من النكها وغنحتاجوا شوية ديال نافع أنا مبقاش عندي درت حبة حلاوة تقريبا واحدة معلقة صغيرة معلقة صغيرة ديال خميرة الخبز وجوج أكياس ديال خميرة الحلويات ما يعادي لستاشر قرام ووحد شوية ديال ملحة كناخدو إناء نديرو الملحة البيضة من الأحسن حتى هي متكونش باردة لأن الخليط أو العجين فيه خميرة الخبز زيت معي القادية النكها ديال الفاني سكار وكنخلط بطراب يدوي أو بيد ديكم اللي بغيتو من بعد كنزيدو كاس ديال الزيت ونخلطو ثم البن ونخلطو مزيان حتى كتنساجم هاد المكونات هنا غنزيد النافع والخميرة الخبز باش كتدوب هاد السوائل كنخلطو مزيان حتى نساجم هاد المكونات عاد غنزيدو سميدة ودقيق ديال الدرا ودائما نغرب لو المكونات هادي سميدة رقيقة كاس سميدة العادية اللي كنديرو بها الحرشة وهاد كاس ديال الدقيق ديال الدرا كنخلطو غنضيفو الدقيق غير بشوية بشوية باقي نجوج كيسان ديال الدقيق ديال الدرا غنضيفهم هاد الكاس تاني ونغرب لو وغنزيدو وسط من هاد الدقيق غنزيد خميرة الحلويات ممكن تغربوها مع الدقيق ديال الدرا وتخلطوهم بجوج وضيفو كل شي مرة واحدة الخميرة ديال الحلوة يكون فيها كويرات ضروري نغربلوها سفي ناحية التراب ديال يداوي وغنكمل بيد ديال الخليط كيكون خفيف شوية هنية بقي جاري غنزيد الكاس الثالث والدرارة مكتشربش بزاف بحل سميدة رقيقة العادية يعني ديال القمح سفي الخليط غتلقاوها خفيف مايمكنش نشكلوه كويرات فكنخليو هاد الخليط يشرب وحتى الخميرة ديال الخبز تدير مفعول ديالها انا خليته تقريبا واحد خمسة ديال دقايق صافي ومن بعد شكلته وغدينوجدو الخليط اللي غندوزو فيها الحريشات ممكن تديرو غير سميدة رقيقة بوحدها انا قدرت سميدة رقيقة معجوج معالق كبار ديال الكوك كيعطيو حدا شكل زوين كنخلطوهم ممكن تزيدو شوية ديال سكارفاني او زهار دوكساشيات ديال سكاربنك هاد الزهار اللي بغيتو صافي هنية الخليط خليتوز قريبا خمسة ديال دقايق كندير شوية ديال مغير قطيرة ديال مفيد دي وكنبدأ نشكل كويرات وكنحط في هاد الخليط ديال سميدة ولكوك الكوك رمشي ضروري هنا يارا غير اضافة من عندي الى ما عندكمش ديرو غير سميدة بوحدها صافي كام قاونش كلو كويرات ديروهم بالحجم اللي بغيتو هاد الخليط محدو كيبقى هو كيزيد كيشرب صافي هنية كندوزوهم في سميدة ولكوك نحاولو نغلفوهم كلهم ونشكلو كويرا ونبسطوها لانا فيها الخميرة ديال الخبزة كيطلعو فالفران يعني نحاولو نغرسوهم يلا ما بغيتوهم شي جيوكم طالعين انا ما كتعجبنيش الحرشة تكون غليضة كان بغيها رقيقة وكل واحد يدير على حسب الشكل اللي بغى هو صافي كام قاونش كل فيهم حتى نكمل الكمية اللي عندي كلها هنا هادي الكمية الاخيرة وهنايا بعد ما كملت اللي عجين كله انا زيت مازال قرصتهم واحد شوية لانا كيما قلت لكم انا ما كنبغيش الحرشة تكون غليضة وراه مازال غادي تنفخو لينا لغى ندخلوهم الفران سفي الفران يكون سخون يعني قبل ما نبدو نكوروهم نشعلو الفران ونخليو يسخن انا طيبتهم طيب ديال البهلاء شعلت في اللوال غير من الفوق على نار مهيلة اه خليتهم حتى بدو كي تشقو وطفيت الفوق وشعلت الاسفل صافي من اللي كي يتنفخو لينا كي بتبالينا الحرشة تنفخات كان ارجعت شعلت الفوق وخليتها تكمل طيب ديالها دائما النار مهيلة وهذا هو الشكل النهائي كنتمنى انكم تجربوا الوصفة لانها تستحق كي يجيوا لديدين ورائعين شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء مع وصفات جديدة بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة